في 2007 جمهور النادي الاهلي ندانا كلعيبة في نص الملعب وحيانا وشجعنا وبعدها انطلقنا علشان ناخد بطولات تانية دوري وكاس وافريقيا ورجعنا سيطرنا على كل البطولات مرة تانية فهو ده دور جمهور النادي الاهلي لما نشوف نفس الاحداث هي نفس الاحداث بس المرة دي علشان عارف ان عندك لعيبة هي افضل لعيبة في كارة افريقيا ما يقدرش يعملك المباراة زهابه عودة عايز يحجمك في ملعب الوداد وقال لك ملعب محايد وشفنا الملعب المحايد الجماهير اللي بنسبة 99% هي جمهور الوداد وجمهور النادي الاهلي من هنا بنقدم التحية لكل الناس اللي راحت وصرفت من جيوبها علشان تكون موجودة في المرة دي بنحييهم ونديهم كل التحية والشكر من هنا من قناة النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي كانت موجودة في ملعب مركب محمد الخامس مجلس دارة النادي الاهلي ما أصرش من أول يوم السلام فيه الملف لآخر لحظة جاريت عندنا الصور كمان عايز أعرضها وفكر بها الناس لآخر سانية مهندس خالد مرتاجي وكابتن حسام غالي وكابتن أمير توفيه وهم وقفين في المدرج وهم بيبحثوا عن حقوق النادي الاهلي بيدوروا على حقوق الجماهير وقاعدة الجمهور ومكان جمهور النادي الاهلي المكان اللي تم فيه الاتفاق قبل أو في الاجتماع بتاع الاتحاد الأفريقي والتنسيق قبل المباراة هم وعدوهم بتدي بالأمور دي فراحوا لقى الأمور مخالفة فبدأت الناس تحارب كل ما يعدوك بحاجة تروح تلاقي حاجة عكسها وكأن الأمور مطبوخة ومتزبطة علشان الوداد ياخد البطولة الوداد ياخد البطولة عشان في 2019 لما الوداد وانا بقول من هنا الوداد اتظلم قدام الترجي لما الفار ما كانش شغال والوداد اتظلم بعد ثلاث قاعدوا ثلاث سيديين يوعدوا الوداد ان يدوموا طول أفريقيا لما تحققت السنة دي عن طريق راجل اسمه فاوزي لاججع المغربي اللي بيحارب علشان بلده يا ريت المسؤولين عندنا هنا يعني يعملوا نص الراجل ده بيعملوا يوقفوا جنبه الاندية بتاعتهم والمنتخب لما تشوف النهاردة منتخب المصري مش موجود في كاس العالم والشكل بتاعنا اللي كانت أمام السنغال لما تشوف الاندية المصرية النهاردة المصري وبرامز هما خارج الكنفدرالية لما تشوف الاهل وهو موجود النهاردة في نهاية دور الأبطال ومحدش بيوقف جنبه فده للأسف شيء محزن وشيء مؤسف ترجمة نانسي قنقر